أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك متابعة يومية لجهود الوزراء المعنية في توفير مختلف أنواع السلع بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية وذلك في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان من وطع التداعيات السلبية للأزمات العالمية رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة جاء ذلك خلال الاجتماع الإسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدة وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقارات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها كما تطرق مدبولي للزيارة التفقدية للرئيس السيسي لمقار أكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلب الجدود المتقدمين مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية في اختيار الطلاب تطبيق المعايير الموضوعية في التأكيد على صفحات التفقدية للطلب الجدود المتقدمين